موسيقى الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة نشرة اخبارية جديدة من القاهرة الاخبارية والبداية دائما بابراز العنوين عشرات الشهداء في قصف اسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الثاني والاربعين للعدوان موسيقى برنامج الاغذية العالمي يحذر من مجاعة محتملة في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود ونقص الامدادات الغدائية موسيقى تواصل الغارات الاسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات جنوب لبنان موسيقى موسيقى في اليوم الثاني والاربعين من العدوان الاسرائيلي قصف طيران الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة مستهدفا المنازل والمباني السكنية مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين وأفادت مصادر فلسطينية بأن هناك عشرات المفقودين تحت الأنقاض وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض قراء قصف الاحتلال مربعا سكنيا كاملا في مخيم جباليا وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن القصف الاسرائيلي تركز على مخيمي جباليا والنصيرات وفي جنوب قطاع غزة استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من النازحين شرقية مدينة رفح يأتي ذلك فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقمها الإسعافية ما تزال محاصرة في مستشفى المعمداني بالتزامن مع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في محيط المستشفى وأشارت إلى وجود عدد من الشهداء والقرحة في ساحة المستشفى وتعجزه طواقم الإسعاف من الوصول إليهم كانت جميع المستشفيات في مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة خارجت عن الخدمة مساء أمس في ظل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في القطاع أفاد إعلام فلسطينيون بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحيط بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة وأضف أن جيش الاحتلال دمر ثلاثة أبنية تابعة للمستشفى ويمنع أي شخص من مغادرته كما تجري قوات الاحتلال عملية تحقيق ميداني مع العاملين والنازحين وسط انقطاع خدمات الإنترنت والمياه والطعام في المستشفى ويواصل جنود الاحتلال عملية نقل جثمين الشهداء الفلسطينيين من داخل مستشفى الشفاء إلى مكان مجهول ذكرت صحيفة لوموندا أن القذيفة التي استهدفت مستشفى الشفاء في التاسع من نوفمبر الجاري هي قذيفة إسرائيلية وذلك بعد تحليل لصور القصف وشضايا القذيفة وآفادت الصحيفة الفرنسية أن تحقيقا أو أن تحقيق التحقيق أو في التحقيق أن هذه القذيفة من عيار 155 ملم يمكنها أو يملكها الجيش الإسرائيلي وأن العديد من المختصين في الأسلحة أكدوا أن هذه القذيفة الإسرائيلية من دون أي شك كما أشاروا إلى أن اللون الأصفر للقذيفة يتوافق مع القذائف المضيئة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي وكان الجيش الإسرائيلي نفأ استهداف المستشفى ووجه أصابع الاتهام إلى حركة حماس للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله دكتور نبيل عمر القياد الفلسطيني ووزير الإعلام السابق دكتور نبيل أهلا بك معنا إذن هذه الصورة المتناقضة لما ينقله الإعلام أو الجيش الإحتلال الإسرائيلي وما تنقله بعض الصحف الغربية قذيفة يتم الآن تحليلها على أنها قذيفة صحفة لموندو الفرنسي قاتل أن القذيفة التي قصفت بها مجمع الشفاء هي قذيفة إسرائيلية في حين أن إسرائيل نفذ ذلك بالإضافة إلى حديث الفوكس نيوز بنفيها لما تناولته وسائل الإعلام والقيادات الإسرائيلية حول وجود قيادات وأنفاق تحت مستشفى الشفاء كيف تقرأ هذه الصورة المتناقضة؟ يعني دعنا لا نذهب إلى مناقشة الأمور بالقطعة قصة قذيفة أو غير قصة هناك قرار إسرائيلي باعتبار غزة منطقة محروقة قرار إسرائيلي أيضا عسكري وسياسي قبل ذلك بأن المستشفيات هي قواعد عسكرية يجري التعامل معها على هذا الأساس لذلك لا نستطيع أن نتحدث بالقطعة في هذا الأمر نحن نلاحظ أنهم زعموا كثيرا كما لو أن المستشفيات قواعد لإطلاق صواريخ بعيدة المدى وإذا بهم يأتون ولا يجدوا شيئا لذلك هم قرروا أن يغطوا عمليتهم العسكرية الأمجية بهذه الأدبيات غير صادقة وعلينا نحن ونحن نتابع ذلك أن ندرك جيدا بأنهم ماضون فيما يفعلون إذا اكتشف كذبهم أو لم يكتشف فهم مستمرون في اعتبار غزة منطقة محروقة يريدون بعد أن ينهوا عملهم في الشمال ونأمل أن يتعثر ذلك لأن هناك مقاومة جدية أن يتجه إلى الجنوب وبالتالي فنحن حيال حرب لا يمكن تناولها بالقطع نعم يعني أنا ذكرت هذا الموضوع دكتور نبيل فقط كمثال وليس الموضوع بتقطيع الصورة هنا عندما نتساءل عن ازدواجية التناول أو ازدواجية التماهي مع الفرضية الإسرائيلية أيضا هناك ادعاء لمحاولات محاكمة إحدى وسائل الإعلام الفرنسية لأنها لم تروق بشكل جيد للرواية الإسرائيلية في فرنسا هذه الدول التي تتحدث وتتشدق بموضوع حقوق الإنسان وما إلى ذلك وتعتبر دول ديمقراطية وتنظر إلى هذه القضية بهذه الصورة موضوع الفرضية الإسرائيلية التي لم يعد يصدقها أبسط المتابعين وموضوع ما يجري على الأرض وأنت قلت حضرتك قبل قليل أن إسرائيل تعتبر غزة منطقة محروقة كيف يمكن إذن أن يتقبل العالم هذه الصورة الجديدة لغزة المنطقة المحروقة وما هي الوسائل لوقف ذلك؟ يعني خلينا نتحدث بموضوعية نحن نرى أن العالم لم يعد كما كان في السابق مجمعا على قبول الفكرة الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية والترويج الإسرائيلي المختلق لم يعد العالم كذلك بدليل أن مواعد صنع القرار في العالم يوجد داخلها اختلاف حول التقيم وما يجري بما في ذلك الخارجية الأمريكية والكونغرس والمؤسسات الحليفة لإسرائيل ثم أنظر إلى ما يجري في الشوارع العالمية كلها الآن ترى أن إسرائيل تخوض حرب تصفية والجانب المدين لهذه الحرب صار أعلى من الجانب الذي كان يؤيدها ويتفهمها هناك حسابات أمريكية خاصة بالانتخابات وبالعلاقات مع الكونغرس ومع الجالية اليهودية تملي خطابا أمريكيا مترددا تارة تراه مغاليا في تبني الرواية الإسرائيلية ومزايدا عليها وتارة يوجه لنا بعض الملاحظات الخفيفة كما لو أنه بدأ يصبح موضوعيا هذه هي غلاف الإعلامي للمعركة الإسرائيلية العالم لم يعد يصغي تماما صحيح لا يعجبنا بالكامل رد الفعل السياسي والإعلامي والدولي على ما تفعل إسرائيل ولكن هناك تقدم في الموقف المضاد للرواية الإسرائيلية وعلينا أن نعمل كثيرا لكي نطور هذا ليصبح سياسة هذا التقدم الذي تتحدث عنه دكتور عمر كيف سينعكس على التطور كما تفضل حضرتك الآن أن تقول أنه يجب أن نستثمر ذلك كيف يمكن أن ينعكس على الأداء الإسرائيلي الذي ربما يذهب إلى التصعيد أكثر كردة فعل هسترية لا هو لا يصغي بالعادة لا يصغي لا للقرارات الدولية ولا يصغي للمظاهرات المنددة حتى لو كانت داخل إسرائيل حتى لو كانت داخل إسرائيل هو لا يصغي هو ضع في رأسه عملية عسكرية لا يرى غيرها ولا يتصرف إلا داخل حدود هذه العملية ولكن هذا الجنون الإسرائيلي بالتأكيد كان يمكن أن يكون أسهل على إسرائيل وأكثر جدوى لو أن العالم واصلت تأييده له إنما الآن هو داخل إسرائيل نلاحظ أن هناك أصوات تقول أن يجب أن ننجز المهمة بسرعة لأن العالم يتحول ضدنا هذه أصوات موجودة الآن داخل إسرائيل لذلك أنا في تقديري أن شوارع العالم التي يمكن أن تضغط على حكوماتها تشكل أحد المجالات التي يجب أن نعمل بها دون أن نهملها كما كنا نفعل في السابق لهذا لا يعني أن إسرائيل ستؤدي التحية لشوارع العالم ولكن الضغط عليها من خلال الشوارع والمواقف المؤيدة للرواية العربية في هذه المعركة أعتقد أن ذلك ينفع كثيرا والحرب على ما يبدو ستطول لذلك عملنا أيضا على هذا الصعيد يجب أن يتوصل العمل على الصعيد السياسي والصعيد الإعلامي في هذه الحرب كما تقول حضرتك بأن الحرب قد تطول ويبدو ذلك من خلال هذا التصعيد ولكن في الزاوية الأخرى أو في المقابل يرى البعض أن مثلا موضوع الإفراج عن كميات أكبر من الوقود من خلال المفاوض المصري ودخوله الآن إلى 150 ألف لتر تدخل اليوم إلى قطاع غزة عن طريق رفح ربما هي نوع من عمليات الانفراجة في هذا المشهد كيف تقرأ ذلك؟ يعني خلينا نقول أول الغيثي قطر والذي حدث أنها بدأت بأقل من ذلك من موضوع الوقود من كميات أقل ولكن تتطور الأمور وهذه مسألة مهمة للغاية خصوصا بالنسبة لأناس محاصرين من قبل عدو غاشم يريد أن يحجب عنهم الماء والهواء والوقود وكل شيء لذلك نعم أنا أتوقع أن يكون هناك تقدم في الجهود الرامية إلى مضاعفة الإمدادات لأهل غزة وبالتأكيد نحن نعلق أملا كبيرا على مصر في هذا المجال فهي البوابة الرئيسية وهي المركز الذي ينطلق منه كل الفعاليات المتعلقة بغزة سواء على صعيد الغاثة أو على صعيد التهدئة في الأيام الغابرة أو على صعيد الحلول السياسية المرتجاة لهذه القضية لذلك نعم نقيم هذا عاليا وأعتقد أن المستقبل القريب جدا يحمل أمور ربما تكون أفضل كذلك طيب دكتور عمر بصفتك الاعتبارية كيف تشهد أو كيف رأيت الروايات الإعلامية الإسرائيلية التي تتغير بين الفينة والأخرى بما يخص مثلا وجود الأنفاق وما إلى ذلك تحت المستشفيات والاقتحامات التي لم تظهر للعالم ما كانت تدعي به تأثير ذلك على الصورة النمطية بالعموم وكذلك تأثير ذلك على إمكانية استغلال تلك الهفوات أو الهنات أو الأخطاء والخطاء التي يقع بها الإعلام الإسرائيلي تجاه الإعلام الغربي هذا صحيح ما تقوله هم يقدمون لك مادة جاهزة للاستثمار الحملة التي سبقت الهجوم على مجمع المستشفيات في غزة الشفاء كانت تدل على أنك ستجد على الأقل على الأقل يعني قاعدة عسكرية متكاملة المواصفات وكانوا يقولون لدينا معلومات استخبارية حتى الرئيس بايدن قال أن لديه معلومات استخبارية عندما تتحول الأمور إلى هذا المستوى من الكذب والتلفيق أعتقد أن العالم ليس مغفلا ولهو مضطر إلى أن يبتلع هذه الروايات السادجة حقيقة هي تنطوي على السادجة كنا نعتقد أنهم أمهر من ذلك في تسويق الإعلام وتسويق الروايات إلا أنهم ولعل سبب ذلك اعتمادهم على أنهم مؤيدون من أمريكا مهما فعلوا أنا أعتقد أن الكذب والتناقضات والسطحية في الرواية الإسرائيلية يمكن أن تستغل من جانبنا لتطوير التفاعل العالمي مع الرواية الفلسطينية والعربية دكتور عمر الآن في ظل هذه الروايات المتناقضة وفي ظل الحديث كما تفضلت أنا الجانب الأمريكي متماهي جدا في الروايات الإسرائيلية وشهدنا ذلك حتى في موضوع حديث ناطق باسم الجيش الإسرائيلي حول أن حماس تستخدم مستشفى الشفاء كدرع بشري وهذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة وما لذلك تناقلت البيت الأبيض نفس التصريح وأكد عليه هذه الروايات التي يؤكد عليها البيت الأبيض كما قلت حضرتك الآن أن العالم لا يغير مستعد لابتلاعي مثل هذه الروايات تأثير ذلك على الشارع السياسي الأمريكي واضح تأثيره يعني دعنا نكون موضوعيين ولا ننظر إلى أمريكا كسندوق مغلق إنما هناك إمكانية عالية جدا لأن نستمع إلى آراء صحيحة عاقلة مسؤولة حضارية من داخل المجتمع الأمريكي وحتى من داخل المؤسسات الأمريكية أعتقد أن إذا كان هناك اتفاق في الهدف بين أمريكا وإسرائيل إلا أن هناك تمايزات في كيفية تقديم هذا الهدف للعالم أحيانا تجد الأمريكيون يحاولون أن يظهروا بأنهم يعملون ليلة نهار من أجل أن يتجنب الإسرائيليون قتل المدنيين وأن يسرعوا في إنجاز المهمة لكي لا تطول الحرب وأن لا يوسعوا الدائرة لتكون حرب إقليمية نسمع هذا باستمرار ولكن في النهاية الهدف مشترك وتمايزات القائمة بينهم لا تؤثر بشكل جوهري على مضي إسرائيل قدما في عملها بتشجيع مباشر من أمريكا وتمويل من أمريكا بالذات نعم دكتور نبيل عمر القياد الفلسطيني ووزير الإعلام الأسبق كنت معي من رام الله شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في هذه النشرة قدمت المرأة في غزة نموذجا للصمود والثبات في مواجهة العدوان الإسرائيلي على القطاع ولم تكن المرأة الفلسطينية مجرد داعم لقضية شعبها بل قادت بنفسها حتى أن غالبية الشهداء والمصابين في غزة من النساء والأطفال هي الأم والأخت والزوجة والابنة في كل الدنيا قالوا إنها نصف المجتمع نعم تستحق وقالوا هي كل المجتمع ولم يكن في ذلك مبالغة في فلسطين المرأة تختلف كم من شهداء قدمت وكم من جريح طببت صارت أيقونة لنساء العالم في رمزيتها للوطنية والانتماء إن قلت إنها مرآة للوطن فهذا صحيح وإن جعلتها المرفأ في نهاية رحلة شاقة فهو الصواب بعينه في أزمة غزة الراهنة المرأة حاضرة في المشهد الإنساني بكل تفاصيله هي الشهيدة والجريحة هي أخت الشهيد وابنة الشهيد وزوجة الشهيد ثبات لا تعرفه إلا الفلسطينيات يودعن الشهيد بالزغاريد والدموع في آن واحد شهادة تفخر بها في سبيل الوطن ودموع لألم الفقد وحزن الفراق لم تكن أبدا لحظات كسار وإلا لما خرج الصامدون المرابطون في فلسطين الذين حفظوا على الهوية الفلسطينية ولا تنسى الفلسطينيات أن يورثن القضية لأطفالهم حتى في أحلك اللحظات لتستمر مسيرة الصمود جيلا بعد جيل رسمت المرأة الفلسطينية صورة مشرقة في مواجهة الواقع المرير الذي تعيشه وفي خضم المجازر والدماء تعجز الكلمات عن توصيف مشاهد المرأة الفلسطينية وهي تقف على جثمان أو جثامين ذويها ولسان حالها يردد تربوا على افتداء الوطن وعند بيتها المهدم تقول الركام سيعاد بناؤه من جديد وتؤكد في ثبات أنها باقية متشبثة بالأرض تحمل مفتاح منزلها الذي هجرت منه أينما حلت أو رحلت لتجعل من هذا المشهد ترنيمة لأطفالها في يقين صادق بأن الحق فوق القوة وأن النصر قادم فاستحققنا أن يكوننا أقمارا في سماء الدنيا أعلنت الفصائل الفلسطينية سيداف ثلاثة آليات أو ثلاثة آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم في محاور التقدم غربي غزة ومحور الصبر وتل الهوى كما أعلنت الفصائل في بيان المنفصل عن استداف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال من نوع كواد كابتر بعد إطلاق النار عليها في حي الزيتون شرقية مدينة غزة قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته واصلت العمل الماضية في غزة حيث هاجمت الطائرات الحربية أهدافا جديدة داخل القطاع كما أعلن جيش الاحتلال أن القوات داهمت موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية زاعما أنه احتوى على مكاتب لقيادين بالفصائل ومصنعا لإنتاج الوسائل القتالية الاستراتيجية إلى جالب قذائف صاروخية ثقيلة وطائرات مسيرة من دون طيار وكما برر هجوم قوات الاحتلال على إحدى المدارس بالقطاع زاعما أن عناصر من الفصائل الفلسطينية كانت تختبئ بها قبل أن تقوم طائرات الاحتلال بتصفياتهم أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الحرب الذي يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة الحرب في قطاع غزة اجتمع لست ساعات الليلة الماضية دون إشارة إلى ما تم بحثه وأوضحت الهيئة أن عضوا بالكنيسة يعمل على تشكيل مجموعة مانعة لا تسمح لنتنياهو بوقف الحرب قبل القضاء تماما على حركة حماس كما قالت هيئة البث الإسرائيلية أن النائبة عن حزب الليكود داني دانون يحتق على موافقة إسرائيل على أدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في مواشر جديد على تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو أقرت صحيفة معاريف استطلاع رأي أظهر أن نحو 50% من الإسرائيليين يرون أن عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانس أفضل لرئاسة الحكومة بينما رأى نحو 29% أن رئيس الوزراء الحالي بن يمين نتنياهو هو الأنسب للاستمرار في المنصب ويأتي هذا الاستطلاع في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط اتهامات الإسرائيليين لنتنياهو بالفشل وظهور بعض الدعوات له بالاستقالة من منصبه ترجمة نانسي قنقر أفاد مرسلنا في معبر رفح بإعادة تدفق شاحنات الوقود عبر معبر رفح إلى قطاع غزة وأضاف أن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة في غضون ذلك قالت مصادر للقاهرة الإخبارية أن الجهود المصرية نجحت في إعادة تدفق الوقود إلى قطاع غزة وأضافت أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى القطاع للمزيد ينضم إلينا من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى أهلا بك لو تضعنا في تفاصيل هذا التطور الجديد اليوم في موضوع إدخال يعني عشرات الألاف من التاري من الوقود إلى غزة بعد 42 يوما من الحرب على غزة نعم بالفعل نحن على موعد مع انفراجة جديدة من ناحية دخول الوقود إلى قطاع غزة حيث يتم دخول لما يقرب من 150 ألف لتر من السولار إلى الداخل الفلسطيني في تصريحات أخرى قالت منظمة الأونرافي داخل القطاع بأن حركة السيارات الشاحنات التابعة الشاحنات التي تقل المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة قد توقفت وتكدس السيارات أيضا في الجانب الفلسطيني كان سبب رئيسي في شلل حركة السيارات من ناحية الجانب الفلسطيني ولكن نحن الآن على موعد مع انفراجة كبيرة بعد نجاح الجهود المصرية بتمرير ما يقرب من 150 ألف لتر من السولار إلى الجانب الفلسطيني نتحدث عن كل هذه الجهود التي تجريها الدولة المصرية في محاولة لفك الحصار المفروض على قطاع غزة في ظل استمرار عملية الحصار المفروضة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الجانب المصري جهز بالفعل حوالي 150 ألف لتر من السولار وأيضا هناك أعداد أخرى وكميات كبيرة أخرى من الوقود ينتظر دخولها خلال الأيام القادمة نتحدث عن هذه الانفراجة الكبرى التي من المنتظر أيضا أن تحدث عملية تسيير للشاحنات الفلسطينية التي تحمل بالكميات من المساعدات الإنسانية التي تنقل من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني كلها جهود تبرز حجم ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمحاولة تقديم أوجه الدعم المختلفة إلى قطاع غزة أيضا إذا ما تحدثنا عن أوجه العمل هنا في معبر رفح البري فنتحدث عن استعدادات المعبر لاستقبال حامل الجنسيات المزدوجة ووصل إلى معبر رفح صباح هذا اليوم ما يقرب أو ما يزيد عن 400 شخص من مزدوجة الجنسية بالإضافة أيضا إلى المصريين العليقين في قطاع غزة هناك أيضا استعدادات أجراتها وزارة الصحة المصرية في ظل تواجد مكثف لسيارات الإسعاف المنتشر الداخل وخارج معبر رفح البري تحسبا لوصول حالات من الجرحة والمصابين وحتى الآن المعبر ينتظر وصول حالات من الجرحة والمصابين الفلسطينيين إذا نتحدث عن الحدث الأبرز حتى هذه اللحظات وحتى هذه الساعة وهو تجهيز ودخول ما يقرب من 150 ألف لتر من السولار إلى الداخل الفلسطيني لمحاولة فك الأمور الجامدة التي بدأت بالفعل في عدم حركة السيارات التابعة للجانب الفلسطيني والتي تنقل المساعدات الإنسانية وأيضا عمل المستشفيات الفلسطينية مرة أخرى بعدما توقف عدد كبير من المستشفيات عن العمل لنقص الوقود في قطاع غزة نتحدث عن كل هذه الجهود وما زال المشهد يشهد تطورات كبيرة من ناحية ما تقوم به الدولة المصرية وبحديثه مع أحد القادمين من الأراضي الفلسطينية في ليلة الأمس قال أنه من أحد مزدوجي الجنسيات ويعيش في قطاع غزة قال أن الجهود التي تبزلها الدولة المصرية تقابل في كثير من الأحيان بعراقيل من الجانب الفلسطيني لذلك فمصر تعمل على إنجاح كل الجهود الرمية إلى فك الحصار عن قطاع غزة فيما يعمل الطرف الآخر على إفشال هذه الجهود ولكن الجهود المصرية ما زالت مستمرة بالتنصيق مع كافة الأطراف المعنية التي تهدو فيها الأخرى إلى فك الحصار عن قطاع غزة وضخ مزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان هذا القطاع نعم مصطفى ربما أؤكد مرة أخرى على هذا الخبر الذي أفدتنا به وأفدتنا به المصادر الخاصة للقاهرة الإخبارية بأن هناك 150 ألف لتر من الصلار يدخل اليوم إلى معبر رفح بعد أن كان هو 25 ألف لتر الذي تم السماح له بعد المفاوضات والمفاوض المصري ذهب حتيثا حول هذا الموضوع من أجل كسر الحصار كما قلت قبل قليل مصطفى ونشاهد أيضا على الشاشة أيضا كنا نشاهد قبل قليل بصورة خاصة للقاهرة الإخبارية عمليات دخول تلك الشاحنات الحاملة للوقود وهي تحمل عليها علامة اليونسيف والأعلام المصرية إلى داخل قطاع غزة من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني مصطفى يعني 150 ألف لتر دخلت الآن هل هي كانت مستعدة أم تم تهيئتها يعني هذا اليوم نعم يعني الجانب المصري والسلطات المصرية عملت منذ بادي الأزمة على تجهيز كل ما يتطلبه الوضع الداخل قطاع غزة سواء كان من خلال المساعدات الإنسانية أو من خلال تدبير وتوفير الوقود بالفعل كانت هناك تجهيزات خلال الأيام الماضية بتوفير كل هذه الكميات وكنا قد تحدثنا في خدمات إخبارية سابقة أن السلطات المصرية بالفعل تجهز بالقربة من معبر رفح كميات كبيرة من الوقود ولكن يبقى أو تبقى عملية التفاوض والاتصالات وتنصيق الاتصالات ما بين كافة الأطراف هي الفيصل في دخول هذه الكميات من الوقود وكنا قد شهدنا خلال الأيام الماضية دخول أول شاحنة واليوم نشهد أيضا دخول ما يقرب من 150 ألف لتر وهي كمية كبيرة ربما تحدث انفراجة كبيرة داخل قطاع غزة سواء من خلال تحريك الشاحنات المساعدات الإنسانية أو من خلال إعادة تشغيل المستشفيات داخل قطاع غزة نعم مصطفى عبد الفتاح مرسل قهر الإخبارية من معبر رفح شكرا جزيلا لك حتى الساعة على هذه التفاصيل تواصل مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث بلغ حجم المساعدات الموجودة بمنطقة العريش نحو ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة أطنان المزيد في سياق التقرير التالي تواصل مصر جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفي تحديث لحجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش فقد بلغت نحو ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة أطنان وقدمت الجهات المصرية سواء الهلال الأحمر المصري أو التحالف الوطني أو حياة كريمة معظمها وقدمت عددا من الدول العربية العديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية أما عن الدول الأجنبية التي قدمت مساعدات فهي تركيا وفنزويلا والبرازيل روسيا وباكستان وتركمانستان الدنمارك والهند والمملكة المتحدة كولومبيا وبلجيكا وفرنسا إيطاليا وإنجلترا واليابان ماليزيا وإندونيسيا واليونان بولندا ورومانيا وبالنسبة للمؤسسات الإقليمية والدولية فهي برنامج الغذاء العالمي منظمة اليونسف منظمة الصحة العالمية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروة ووصل عدد رحلات الجسر الجوي وصل إلى 131 طائرة حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني حوالي 1999 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية و3470 طنا من المواد الغذائية و23 طنا من الوقود و3766 طنا من المياه ومواد إغاثة أخرى بلغت 917 طنا و74 قطعة من الخيام والمشمعات و12 سيارة إسعاف و1136 شاحنة بالنسبة لموقف من تم استقبالهم من مصابين وحامل الجنسيات الأجنبية فقد بلغ إغمالي ما تم استقباله 173 مصابا و144 مرافقا لهم وكذلك 4785 من حامل الجنسيات الأجنبية و513 مصريا يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لنقلها إلى أهالي غزة وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجنب الفلسطيني عبر معبر رفح البري شاحنة للتحالف الوطني المزيد والاستعراض التالي مع الزميل أحمد بوزيد عندما بدأ التصعيد في قطاع غزة وتوالت صور الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي المتواصل تحرك الشعب المصري من خلال مؤسساته المدنية لتقديم المساعدات إلى أبناء الشعب الفلسطيني قوة المجتمع المدني المصري ظهرت من خلال بروز دور التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي كان بمثابة الذراع المصرية لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر من خلال متطوعي على تجميع المساعدات الغذائية والطبية ومختلف أشكال الدعم الأخرى من ملابس وأغطية وخيام ومن ثم الدفع بها إلى معبر رفح البري قبل توجهها مباشرة إلى قطاع غزة قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي 337 شاحنة بحمولة بلغت 6470 طن تضم 238 شاحنة تحمل 4760 طن من المساعدات الغذائية وغير الغذائية المختلفة فضلا عن 78 شاحنة تحمل 1560 طن من المساعدات الطبية فضلا عن 21 شاحنة تحمل بدورها 420 طن من المساعدات الإغاثية جاء ذلك بمشاركة من مؤسسة حياة كريمة بـ 32 كيانا مصريا بجهود 6700 متطوع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر كيان بدأت أولى خطواته التنفيذية في 28 فبراير عام 2022 أطلق ميثاقه في شهر مارس من عام 2022 أيضا يتكون هذا الكيان من 34 كيانا تنمويا وخدميا ويضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا مختلفا فضلا عن 27 اتحادا إقليميا هو كيان يستهدف تنظيم العمل الأهلي في مصر وتقديم الحماية الاجتماعية للمستحقين فضلا عن توفيره الرعاية الصحية والمساعدات الطبية تحت مظلة متكاملة لم تغب صور شاحنات المساعدات التي تحمل هذا الاسم اسم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر عن صفوف الشاحنات المتراصة والتي تقف في طوابير أمام معبر رفح لتظهر شيئا من جانب أبناء الشعب المصري ومن خلال ذراعه ذراع المجتمع المدني المصري المتمثلي في هذا التحالف أعلن الممثل الدائم للجنة الدولية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة هيثم أبو سعيد أن لدى اللجنة أدلة خطرة على انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان في قطاع غزة كما أكد ممثل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن اللجنة ستودع ما لديها من تحقيقات لدى الأمم المتحدة لتقديمها لمحكمتي الجنائية والعدل الدوليتين مشيرا إلى أن ما ارتكبته إسرائيل في غزة غير مسبوقة ولم يشهد له مثيل في تاريخ الحروب الحديثة والقديمة حذر برنامج الأغذية العالمي من انهيار المنظومة الغذائية في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود ونقص المواد الغذائية متوقعا حدوث مجاعة محتملة بالقطاع وأكد البرنامج التابع للأمم المتحدة أن الإمدادات الغذائية التي تدخل عبر معبر رفح في الوقت الحالي لا تشكل سوى عشرة في المئة من الاحتياجات الغذائية اليومية لجميع سكان غزة من لم يمت بالسيف مات بغيره هذا ما ينطبق على سكان قطاع غزة المحاصر فمن لم يمت من قصف الاحتلال اليومي المكثف مات جوعا أو عطشا أو مرضا هكذا يقع الفلسطينيون بين مطرقة القصف اليومي المكثف وسندان المجاعة التي تلوح في أفق غزة لما تشهده من حرب غير متكافئة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر من أن قطاع غزة يشهد مجاعة على نطاق أوسع مما شهده من قبل وأن سلاسل الإمدادات اليومية من المياه والغذاء القادمة عبر معبر رفح لا تكفي السكان فعليا إذن فسكان القطاع يواجهون احتمالا مباشرا للموت جوعا بحسب المنظمة الأممية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ووجود الملاجئ غير الآمنة والمكتظة ونقص المياه النظيفة وبحسب تقرير تابع لبرنامج الأغذية فإن نحو 10% فقط من الإمدادات الغذائية الضرورية دخلت غزة منذ بداية الصراع في السابع من أكتوبر الماضي بسبب تعنت جيش الاحتلال الذي يرفض إدخال المساعدات كنوع من العقاب الجماعي لسكان القطاع تحذيرات أممية وتعنت إسرائيلي ومعاناة تسوي في قسوتها الموت لأكثر من مليوني شخص ظلوا جميعا في غزة وظلت غزة تحت الحصار دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولتر تورك إلى إجراء تحقيق دولي بشهن انتهاكات الحرب في غزة كما أعرب تورك عن قلقه العميق من تفشي الأمراض والجوع في نطاق واسع قراء التصعيد الإسرائيلي بعد أسابيع من الهجوم على قطاع غزة أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان قطاع غزة بعدما اضطرهم القصف الإسرائيلي الوحشي للنزوح وترك منازلهم الألاف من سكان القطاع تم تهجيرهم قصريا من قبل قوات الاحتلال ليجدوا أنفسهم في تغريبة هي والتغريبة الأولى سواء النجونا من القصف الذين لقوا إلى المدارس التابعة للأونروا للاحتماء بها يعانون ويلات أخرى بسبب نقص الطعام والوقود فضلا عن ارتفاع الأسعار في ظل الحصار الإسرائيلي المحكم على القطاع يعني هذا الإشياء موجود لأمراض منتشرة يعني المواد الغذائية سعرها ارتفاع جنوني إذا كنت الملح صار خمس دولارات يعني علبة الخمير اللي كان حاجة ست شكل تمانها الآن خمسة عشرين شكل يعني الطحيل غير موجود المواد الغذائية غير موجودة يعني الوضع صعب جدا لك ربا لا ما لا وقود وفي ظل تكدس الأهالي ونقص الأدوية والعيش في ظروف غير آدمية وأوضاع غير إنسانية يصبح النازحون عرضة لانتشار الأمراض والأوبئة لتتفاقم المعاناة ويتزايد الألم منسة ما تستناش النجاة أجاها الأمراض هي ما تستناش أو أجاها الأمراض وأجاها كل شي منسة كمان إذا بتستنالها أسبوع أسبوعين الشعب على السلام راح الشعب حيروح مناشدات وصرخات يطلقها الأهالي ولكن لا مجيب فالعالم لم يحرك ساكنا إلا من مصطلحات مستهلكة من الشكب والإدانة هي والعدم سواء فالمسؤولون الأمميون لم يتجاوز دورهم حد التوصيف فقط حيث أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تفشي الأمراض والقوع على نطاق واسع يبدو حتميا في غزة بعد أسابيع من الهجوم الإسرائيلي على القطاع وهل يتلخص دور المنظمات الأممية في توصيف الكوارث دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية آلاف الأبرياء يتساءل الفلسطينيون وهل سيقف العالم موقفا متفرق أمام تجاوزات جاش الاحتلال بحق أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يتعرضون للموت إما بالقصف وإما بالجوع والمرض يتساءل الفلسطينيون أيضا أكثر من أربعين يوما من القصف والحصار والقتل والدمار والفلسطينيون في قطاع غزة إما شهيد أو مصاب أو نازح والعالم إما صامت أو متفرج أو متعاطف ولكن لا شيء يتغير فالمعاناة مستمرة ما استمر الاحتلال قال المرصد الأورم المتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي وجه أكثر من ألف ضربة بقذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض المحرم دوليا في مناطق مأهولة بالسكان منذ بادي حربه الدموية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ووثق المرصد استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض بشكل عشوائي في المناطق المأهولة من مدينة غزة المزيد في سياق العرض التالي مع الزميلة داما الكردي جرائم دولية وانتهاكات عابرة لكافة القوانين الإنسانية والأخلاقية اتبعها جيش الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة كان آخرها استخدامه لقذائف مدفعية تحتوي على مادة الفسفور الأبيض المحرم دوليا المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه أكثر من ألف ضربة لقذائف مدفعية تحتوي على مادة الفسفور الأبيض المحرم دوليا في مناطق مأهولة بالسكان منذ بدء عدوانه الدموي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وبحسب المرصد فإن مادة الفسفور الأبيض والتي ألقتها قوات الاحتلال على المناطق المأهولة بمدينة غزة وشمالها هي مادة حارقة تسبب تآكل في جسد الإنسان وحروق شديدة يمكن أن تؤدي إلى معاناة مدى الحياة وقد وثق المرصد تنفيذ جيش الاحتلال نحو 300 ضربة بالفسفور الأبيض خلال مدة لم تدقاوز 40 دقيقة في الخامس عشر من نوفمبر الجاري على مربع مأهول بالسكان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع في محاولة لتصعيد الإبادة والتهجير القصري أما في الليلة السابقة لذلك وبحسب بيانات المرصد فقد رصد إطلاق عدد كبير من قذائف الفسفور الأبيض في منطقة مكتظة بحي الشيخ ردوان شمال مدينة غزة لتضاف إلى مزيد من الضربات السابقة في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة وبلدة ومخيم جباليا شمال القطاع وعليه فقد دعا المرصد الأورو متوسطي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الأسلحة المحرمة دوليا التي تستخدمها إسرائيل ضد المدنيين في غزة ومحاسبة من أصدر الأوامر وخطط ونفذ ولتزال إسرائيل تسعى إلى شن حرب إبادة جماعية على كافة قطاع غزة عبر تصاعد استخدام الفسفور الأبيض والقنابل الدخانية في استهداف المناطق السكنية المكتظة في إطار التهجير القصري والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال لإجبار نصف سكان غزة على مغادرة منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم حث مجلس الحكماء الذي أسسه نيسون مندلة عام 2007 الرئيس الأمريكي جو بايدن على وضع خطة للسلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي رسالة لبايدن أكد المجلس ضرورة أن تستند هذه الخطة إلى حل قائم على وجود دولتين وأن تعترف بحقوق متساوية للفلسطينيين والإسرائيليين كما أكد مجلس الحكماء أن الخطة يجب أن تركز على القانون الدولي وأن تنهي ضم إسرائيل المتسارع للأراضي الفلسطينية أكدت الخارجية الفرنسية أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم قطاع غزة مستقبلا دون إشارة إلى المطالبة بوقف إطلاق النار الموقف ذاته بدى جليا في تدبدو بتوجهات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي تراجع عن تصريحات سابقة بوقف القصف الإسرائيلي ليكتفي بالمطالبة بعدم قصف البنى التحتية والمدنيين من التأييد الكامل والاستفاف في معسكر الدعم المطلق لإسرائيل إلى مطالبتها بوقف إطلاق النار ثم تراجع للمطالبة بهدن إنسانية هكذا يتأرجح الموقف الفرنسي إزاء التصعيد الراهن في غزة رئيس إمانويل ماكرون وقف أسابيع مؤيدا لإسرائيل إلا أنه تحت وقع المجازر التي تجري في غزة وضغط تظاهرات المؤيدة لغزة في الشارع الفرنسي بدأ يخفف من لهجته الداعمة لإسرائيل وخرج في تصريحات قبل أيام أكد فيها أنه لا مبرر للقصف الذي يقتل مدنيين مذكرا بالأطفال والنساء والمسنين التصريحات أثرت غضب وانزعاد إسرائيل فعد مكره أدراجه بالتأكيد على أنه لا يتهم إسرائيل بتعمد إيذاء مدنيين إلا أن الأوضاع الإنسانية تبقى قضية مهمة متناسيا المطالبة بوقف لإطلاق النار أعد موضوح الموقف الفرنسي تجلى أيضا خلال زيارته سويسرا حيث أدن ماكرون قصفا بنية التحتية والمدنيين في غزة مطالبا بحمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني إلا أنه لم يكرر مطلبه بوقف إطلاق النار وعلى الصعيد الدبلوماسي استبقت الخارجية الفرنسية الواقع الراهن وقالت إنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة مشيرة إلى أن القطاع يجب أن يبقى جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية الخارجية الفرنسية لم تنسى أن تذكر بعناوين متكررة مثل انتقاد عنف المستوطنين في الضفة ووصفته بأنه سياسة ممنهجة لتهجيل الفلسطينيين متجاهلة أي حديث عن وقف إطلاق النار في غزة ورغم هذا التذبذب إلا أن مراقبين يرون أن فرنسا لا تزال في الخندق الداعم لإسرائيل مع محور واشنطن، برلين، لندن مشيرين إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاكما على مستقبل السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط وما إذا كانت ستبقى على دور لها في المنطقة استشد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل وشنت قوات الاحتلال حملة مدهمات واعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين من مدن ومحافظات الضبفة الغربية بينهم ثمانية وعشرون في بلدة نعلين غربي رامالله كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في الخليل بإضافة إلى اثنين من جنين وآخر من طول كرم استشد ثلاثة فلسطينيين فيما أصيب تسعة آخرون بقروح مختلفة في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين في مخيم جنين ودرت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة وأطراف مخيم جنين وأصيب خلالها مواطنين أو مواطنان اثنين بقروح خطرة كما اغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة هذا ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى معسكر سالم الاحتلالي غربي المدينة واصل استمرار المواجهات كما اقتحمت محيط مستشفى جنين الحكومي وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وكذلك قنابل الدخان تتواصل اعتداءات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ بدي عملية طفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي إذ تعد المدينة هي الأكثر مقاومة لاعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية وتعتبر مدينة جنين مركزا تجاريا هاما لسكان الضفة الغربية كما أن وقوعها في شمال الضفة يجعلها دائما نقطة ساخنة منذ بدي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حسان غربية بيت لحم وآفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزلا فلسطينيا وهددت باعتقال ابنته بعد أن فتشت المنزل واستقوبت عددا من أفراد العائلة كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي لقرية جورا الشمعة جنوبية بيت لحم بسوات الترابية وعزة القرية بشكل كامل عن محيطها أكد وزير شؤون الأسرة الفلسطينيين السابق أشرف العقرمي أن المخططة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية ينفذ بشكل واسع ومكثف في الضفة الغربية المحتلة وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية شدد العقرمي على أن إسرائيل تحاول تصفية القضية الفلسطينية بتهجير نحو مليونين ونصف المليون فلسطيني ما تقوم به قوات الاحتلال في الواقع هو استثمار للبضع الناشئ في قطاع غزة والحرب الدموية التي تشنع سرطات الاحتلال أبناء قطاع غزة لتنفيذ مخططها في الطفل العربية يعني الآن لا ينظر العالم ولا يرى بشكل كبير ما يحدث في الطفل الغربية مقابل المجزر الكبيرة التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة وبالتالي هناك عمليات اعتقال هناك عمليات اجتياح مداهمة قتل مواطنين عملية ضرد مواطنين وترحيلهم من بيوتهم هدم بيوت استيبان مكثب اعتداء على المواطنين مصادرة أراضي أشياء كثيرة تحدث على مدار السافية الضفة الغربية وهذا لا يعني يأخذ اهتماما كبيرا في أوساط الرأي العام العالمي لأن الناس مشغولون بما يحدث في خطاع غزة وترائم التي تعتقدها إسرائيل هناك طالب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إسرائيل باتخاذ إجراءات عجلة لوقف عنف المستوطنيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أن بلينكين شدد في مكالمة هاتفية مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانس على ضرورة اتخاذ خطوات لخفض التوتر في الضفة الغربية ومواجهة تزايد مستوى العنف وعنف المستوطنيين المتطرفين وصعدت قوات الاحتلال والمستوطنين من انتهاكاتها وقرائمها بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم في الضفة الغربية منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي تواصلت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان منذ صباح اليوم القمعة ونفذ طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي غارات على أطراف بلدة الجبين ومحيط جل العلام فيما قصفت المدفعية أطراف بلدة عترون وأطراف بلدات عدة كما حلقت طائرات الاستطلاع بشكل مكثف منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم وبالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق القطاعين الغربية والأوسط إلى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بأبرز العنوين عشرات الشهداء في قصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الثاني والأربعين للعدوان برنامج الأغذية العالمية يحذر من مجاعة محتملة في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود ونقص المواد الغذائية تواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات في جنوب لبنان لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكترونية القهرينيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك إكس إنستجرام ويوتيوب ويمكنكم متابعة القهر الإخبارية على تردد 11747 فيرتكل كما يمكنكم تحميل تطبيق القهر الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر أسفل الشاشة شكراً للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة